وخلال كلمته أمام المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ضرورة إشراك الشباب وإيجاد آلية تفاعلية وحوار مستدام بينهم كما أوضح رئيس مجلس النواب أن تمكين الشباب أصبح ضرورة لا تقبل التأجيل وجزءا من صنع القرار إن أهمية عقاد أعمال هذا المؤتمر تأتي من فداحة التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتؤثر على مستقبله والتي تحتم علينا إشراك الشباب خاصة شباب البرلمانيين عبر إيجاد آلات تفاعلية وحوار مستدام بينهم حيث لم يعود تمكين الشباب قضيةً اختيارية بل أصبح ضرورةً حتميةً تفردها مقتضيات الواقع العالمي وتحدياته